اكد سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية حرص مملكة البحرين على مواصلة جهودها لتحقيق العديد من المنجزات والمبادرات الرائدة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على كفة المستويات في إطار من الشراكة الفعالة بين مؤسستها الحكومية الرسمية والمجتمع المدني وبالتعاون البناء مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على أسس من الشفافية والانفتاح والموضوعية جاء ذلك في كلمة مملكة البحرين التي ألقاه سعادة وزير الخارجية اليوم أمام المؤتمر رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي بدأ أعماله في مدينة جينيف وبمشاركة سعادة السيد عبدالله بن فيصل الدوسري مساعد وزير الخارجية وسعادة السفيرة الدكتور يوسف عبدالكريم بوشيري المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جينيف والوفد المرافق لسعادة الوزير وعرب سعادة وزير الخارجية في كلمته عن فخره بأن تتواكب السنة الأولى لعضوية مملكة البحرين في مجالس حقوق الإنسان مع الزخم المستمر لإنجازات المملكة في العديد من مجالات حقوق الإنسان وعبر سعادة وزير الخارجية عن اعتزاز مملكة البحرين بمواقفها وسياساتها الثابتة الملتزمة بمبادئ وأهداف الأمم المتحدة في مجال حماية حقوق الإنسان والتي تمثلت في المبادرات الحضارية الرائدة التي تبنى حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين وأكد سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني حرص جلالة الملك المفدى على توجيه الأجهزة المختصة في مملكة البحرين لتكثيف العمل على حماية حقوق الإنسان من خلال مؤسسات فاعلة ونشطة في هذا المجال بالإضافة إلى الترخيص للعديد من الجمعيات غير الحكومية المتخصصة في مجال رعاية وحماية حقوق الإنسان وأشار سعادة وزير الخارجية لهمية المبادرات التي أطلقها جلالة الملك المفدى ومن بينها إصدار إعلان مملكة البحرين لتعزيز التسامح والتعايش السلمي بين الشعوب وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي مشيرا إلى إقرار حكومة البحرين قانون العقوبات البديلة الذي شكل إقراره وتطبيقه نقلة نوعية في الإصلاح والتأهيل حيث جاء منسجما مع السياسات الجنائية الحديثة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وآلية حقيقية لعادة تأهيل الفرد وانخراطه في حياته الطبيعية ومحيطه الاجتماعي وأكد سعادة وزير الخارجية أن مملكة البحرين تتعامل مع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بكل ثقة واطمئنان وأن كافة الإجراءات التي اتخذتها المملكة في هذا السبيل إجراءات صحيحة ومتطورات تماشى مع القوانين والمواثيق الدولية إنه لمن دواعي فقرنا أن تتواكب السنة الأولى لعضوية مملكة البحرين في مجلس حقوق الإنسان مع الزخم المستمر لإنجازات المملكة في العديد من مجالات حقوق الإنسان حيث ترتكز هذه الإنجازات على أسس دستورية وتشريعية تعكس احترامنا والتزاماتنا الدولية بحماية حقوق الإنسان وتتجسد في مبادرات وسياسات تترجم على أرض الواقع من منظور الرؤية الشاملة لإحترام حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحقيق الأمن والرفاه والتنمية للجميع والتي أكد عليها ميثاق العمل الوطني الذي تم قراره في فبراير من عام 2001 ويبرز في هذا الإطار أصدار إعلان مملكة البحرين لتعزيز التسامح والتعايش السلمي بين الشعوب بمختلف انتماءاتها الدينية والعرقية والثقافية وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي والذي يبرز منظومة القيم والمبادئ الجامعة بين الحضارات والثقافات والتعريف بها والعمل على إثراء مسيرة التسامح والتعايش السلمي من خلالها والتوعية بأهمية تلاقي تلك الحضارات وتمازجها لتحقيق السلم العالمي والعيش المشترك بين البشر وفي هذا السياق أود أن أشير إلى أقرار حكومة البحرين قانون العقوبات البديلة الذي شكل أقراره وتطبيقه نقلة نوعية في الإصلاح والتأهيل حيث جاء منسجم مع السياسات الجنائية الحديثة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وآلية حقيقية لإعادة تأهيل الفرد وانخراطه في حياته الطبيعية ومحيطه الاجتماعي اشتركوا في القناة